كلا الطرفين لم يعلن انطلاق المعركة ولكن الوقائع الميدانية تؤشر إلى أن ساعة الصفر قد حانت الطرفان أيضا يؤكدان أن النصر سيكون حليفهما في المعركة حزب الله يستشهد على ذلك بتحقيقه إنجازات في المرحلة السابقة والكتائب المعارضة تتوحد تحت اسم جيش الفتح وتذكر الحزب بتقدمها الواسعة في إدلبا وحماه وبعيدا عن الحملات الإعلامية للطرفين المراقبون يقولون إن المعركة لن تكون نزهة وقد تكون مجالا لاستنزاف قوى الخصمين فالمنطقة استراتيجية بكل ما تحمله الكلمة من معنى فهي تقع على الحدود مع لبنان استعملتها المعارضة كخط إمداد عسكري وغذائي في السابق ويعتمد عليها النظام اليوم كسند حيث تشكل ممرا لميليشيات حزب الله التي تسيطر على القصير وكثير من المدن في القلمون مع الجيش السوري وتزداد أهمية المنطقة بأنها تمتد من قارة إلى عرسال ومن رنكوس إلى الزبدان وصولا إلى شبعة وهناك يتواجد آلاف المسلحين المعارضين وهو ما يشكل تهديدا للحكومة السورية في دمشق خاصة إذا قررت فصائل كبيرة كجيش الإسلام التحرك وفتح معارك مساندة لمقاتل القلمون كما أن المنطقة تسيطر على محور دمشق حمص ويمكن من خلالها الوصول إلى منطقة الساحل السوري فصائل جيش الفتح المشكل حديثا تساعدها طبيعة المنطقة على البقاء في القتال لأطول فترة ممكنة ولحزب الله أيضا عوامل مساعدة فهو يحظى بغطاء جوي من الحكومة السورية وظهره مؤمن من الجيش اللبناني الذي تعهد بحماية الحدود من هجمات المسلحين ولكن هذه العوامل موجودة بيد حزب الله منذ ما يزيد عن عام ونصف فهل سيتمكن هذه المرة من تحقيق انتصار نهائي يوقف نزفه اليومي ويخفف عنه الضغط الشعبي أم أن تطورات المنطقة ستساعد كتائب المعارضة وتجد لها طرق للإمداد لمواصلة إنهاك الحزب والجيش السوري بانتظار معركة الحسم